يضيء العقل مصباحاً أنيقا ويسكب من تجاربه الرحيقا هنا خطوات تلهم كل روح وتختصر المسافة والطريقا نجاحك في حياتك ليس إلا قراراً يشبه النفس العميقا تزود من رجال الفكر فكرا يكون لك المعلم والصديقا يكون لك المعلم والصديقا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله وجميع وقاتكم بكل خير حياكم الله في هذه الحلقة الجديدة من برنامج خطوات ضيف اليوم يحمل تجربة كبيرة فيما يتعلق بالإدارة والقيادة والعمل الأكاديمي وأيضاً العمل المجتمعي لديه الكثير من القناعات الجميلة والمعاني والقيام المختلفة كونوا معنا في هذه الحلقة بإذن الله ستكون حلقة نافعة وممتعة وجبه يضيء العقل مصباحاً أنيقا ويسكب من تجاربه الرحيقا هنا خطوات تتلهم كل روح وتختصر المسافة والطريقة يا شيخ عبد الله مئة أهلا وسهلا شرفت الله يحييك ويبقيك ويطور في عمرك أول شيء أنا متشرف أني أكون معك في هذا البرنامج ليشرف يا بعد راسي الله يسير الله يحفظك وأنا متأكد أنها تكون حلقة مرة فرية وجميلة فيها كثير من غزارة المعلومة إن شاء الله اللي ستسعدنا وتسعد المشاهدين الكرام الله يقدرنا إن شاء الله نقدم اللي يفيد الناس آمين 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 خلينا نتحدث الله يحفظك وأنا أحب أبدأ بالقرارات غالبا في حياة كل إنسان فيه تحديات فيه قرارات قوية فيه قرارات أحيانا ندم أنه لم يتخذها وفيه قرارات ندم أنه يتخذها يعني سبحان الله القرارات هذه يعني هي بحد ذاتها هي التي تتصنع مواقف الناس بشكل عام مستقبلها وكذا وإلى آخره فأنا أريد أن أتحدث معك عن أهم التحديات يعني اللي مرت كذا في حياتك اللي تقول هذه منعطفات منعطفات يعني حقيقية جميل سبحان الله يا أخي يعني عندي قناعة أنه كل مرحلة انتقال من مرحلة إلى مرحلة إذا لم تكن مستعد لها استعداد جيد ستندم على القرار بغض النظر كان قرارك صح ولا غلط يعني يعني انتقلت من طالب ثنوي إلى طالب جامعة اختيار هذا الاختيار هذا القرار الاستعداد له وليس ذات القرار لأنه سبحان الله ما يقدر الله شر محظ يعني أقصد في النهاية في بطن كل شيء فيه خيرة خيرة يعني ما تدري وين الخيرة فيه لكن يعني حقيقة أنا أقول لك يمكن الكلام قد يبدو مثاليا لكنه في الحقيقة ما أذكر أني ندمت حقيقة أتكلم بمعنى كلمة الندم الشديد لا رجعت حسبت نفسي على قرار سألت نفسي هل كان صح أو لا غلط لكن في قناعتي أنه ما ساق الله سبحانه وتعالى لي هذا القرار لا في شيء قدام جاي أنا قاعد أتجهز له الآن لكن التحدي الأكبر هو في قضية الاستعداد يعني اليوم من عزوبي إلى متزوج هذه مرحلة المراحل الكبرى في حياة أي إنسان الخطوات انتقال من جامعة إلى وضيفة و الشو الزواج لا لا ما ندمتك فأه طيب اللي أقصد أن هذه النقلات سبحان الله إذا أنت مستعد لها في الغالب ما بعدها سهل في الغالب ما بعدها سهل الإشكال دائما في قناعتي في عملية الاستعداد للشيء الناس الناس تأخذها على أنها مسلمات تروح تدخل تتخذ القرار تدخل تتورط أنا مني بجاهز حتى حتى في القرارات الوظيفية أنا اليوم على قد ما يباركون الناس لشخص يعني بترقية معينة ولا بشيء أقعد أقول هل هم استعد له أتساءل يعني أقصد يعني هل فعلا اليوم نقلتي من هذا إلى هذا لأنه مروا علي ناس سبحان الله كان متميز كموظف ثم أرقي إلى مدير الكل زعل عليه مو لأنه سيء ولا لأنه لا يصلح للإدارة مهاراته ما كان مستعد للنقلة ما كان مستعد للانتقال ما ممكن يكون مهاراته ما هي مهارات قائده إنما مهارات داعم يعني نائب ممكن ممكن بس أنا أقول لك أنا قاعد أفترض أنه وصارت يعني صارت عندنا حالات الرجل جيد لكن كان ينقصه الاستعداد للمرحلة يا أخي أذكر في نشاط في أيام الجامعة كان فيه اختيار لمن سيقود يعني مني بيرأس المجموعة سبحان الله ما كنت متصور إطلاقا أنه سيتم اختياري وتم اختياري أقرب القريبين لي صار نفس السلوكيات اللي كنت أسويها قبل سبوعين قبل يومين قبل أمس وكان يتقبلها عادي صرت لما أسويها الآن ما يتقبل ما يتقبلها ويعاملني على أني سيء وعلى أني محتقر وعلى أني منتقص هو تغيرت نظرته تجاهي أنا ما تغيرت لكن عدم استعدادي في ذيك اللحظة للانتقال هذا لو أنا كنت مستعدا لعلمت أني لازم أبدأ أتعامل معه بحذر بحساسية أبدأ أرسم خط جديد للتعامل يبقي العلاقة الجميلة على سابق عهدها صحيح لكنه سبحان الله صار فجأة فلاحظة دقيقة صرت أنا اللي ما أنظر له شايف نفسي وكذا والله العظيم لم يكن مقصودا وسلوكي هو أمس وحتى جلستنا وياه إلى درجة أننا يعني أقصد بكينا مع بعض على قضية أنه يعني يا أخي ترى أقسم بالله العظيم تكفى ترى يا حبك أموت عليك بس يعني أنا أمس وأنا اليوم ما تغير فيني شيء قال لا تغير فيك شيء كثير قلت والله ما تغير فيني شيء بدأنا نراجع السلوكيات قال يتغير فيك أنك صرت مسؤول نعم قلت له ما يشي بس أنا تكوني مسؤول أنا تراني أنا نفسي الأول قال لا ما أنت بالأول وكان راكب رأسه في الموضوع بعدين استوعبت أنه كلامه صحيح حتى وإن كان سلوكيا غير صحيح لكن واقعيا لو أنا كنت مستعدا لتغيرت جميل كيف أكون مستعد سؤال كبير صحيح شوف أنا قناعتي اليوم اقرأ استشر اسأل الناس اللي سبقوك وش التجربة وش مريته فيه لا تصدق أي شيء من هذه الثلاثة اي عجيب لكن كون منظورك الخاص اللي مبني على ما سمعته اي لأن الناس تنقلك بكج أنت ما تشوفه كامل يعني شوف يا أخي سبحان الله التجربة اللي أنت مر فيها هي ليست تجربة مشابهة لأي تجربة أي أحد فلما أجيك أنا وأقول لك اليوم تجربتي في الزواج مي بزينة وانتبه وخذ حذرك في محددات كثيرة دخلت في العامل صحيح هذه قصتك الخاصة بالضبط فبالتالي كوني أعطيك جزء مجتزأ من القصة وأقول لك ترى ما كان مريح طيب وش باقي المحددات ما تدري عنها لذلك تحتاج أنك تكون مستعد بكامل الأشياء يعني فيه أشياء فيه لها برامج تدريب فيه لها برامج كذا أحضرها هذا فيه أشياء ما لها لا تحتاج تقرأ تسأل تشاور تستعد حتى الاستعداد النفسي دخولك على الشيء وأنت مجمع معلومات عنه على الأقل ما يشعرك أن قرارك اعتباطي يشعرك أنه قرارك على الأقل مبني لأنك كنت جاهز أيوة لو قررت تعفع على أي شيء لكن ما شيء تطقها وتلحقها على قولتهم ما يعني أنا أقول أيضا الشيخ عبدالله أنه الإنسان يعني يتسلح بالمهارة كل ما تسلح بها كل ما اكتسب ثقة في نفسه عالية العشق و زي ما تفضلت أنت يعني مثلا لو جدت وظيفة و قالوا مثلا المطلوب فيها أنه يكون يتحدث اللغة الفرنسية مثلا طيب أنا إذا ما ما عنده اللغة و أنت ما عندك اللغة راحت الواحد عنده فصارت هي راحت للي هو جاهز لها صحيح فكل ما كنت أنت تتسلح بالمهارة و المعرفة و العلم كل ما كنت جاهز لأي فرصة تمر عليك فتقتنصها قول ما اقتنصها غيرك إذا كنت أنت من تجاهز لها أتفق تماما يعني صراحة في مقولة جميلة تقول سكسس النجاح لما تتوافق الفرصة مع الاستعداد أيوة فالتسلح بالمهارة هو عملية الاستعداد أنا اليوم فرصة يعني هناك ناس كثيرة تتساءل تقول و كيف لون شاف الفرصة هذه و كيف لون اقتنص الفرصة هذه لأنه كان مستعد نعم ليس لأنه يشوف و أنت لا تشوف ليس لأنه لأنه في الوقت الذي مرت فيه الفرصة لما كان مستعدا شافها و يمكن أقرب مثال في حياة الناس العادية لما تشتري سيارة تكتشف أنه في سيارات زيك واجد بس شارك بينما قبل ما كنت شوفها ما كنت شوفها صحيح بتتنصها لكن صحيح شيخ عبدالله أيضا أسألك عن أنت كنت الله يحفظك طبعا في جامعة البترول و المعادن و بعدين طلعت رحت القطاعات خاصة ثم بعدين رحت للقطاع الاستثماري ثم يعني هذه المنعطفات التي مرت في حياتك هل هي يعني طبعا هي كلها أقدار الله سبحانه وتعالى بس هل هي كانت برغبة منك أم لا كانت أحيانا الظروف تحدك لقرارات لم تكن أنت يعني دارسها بشكل متقن سؤال جميل شوف ما فيه ما أشعر أن فيه قرار مر علي انتقلت له أنا رافض أو غير راغب فيه لكن واجهت اعتراضات من المحيطين ايه واجهت واجهت ناس يقولون أنتم هابول يعني أنا طالع من فرصة وظيفية عرضت علي براتب ممتاز في وقتها بفرصة جميلة ماشي اترك مكانك الأول اللي كان الراتب فيها أقل بس هذه فرصة ممتازة تقول لها لا عشان تبدأ بزنس بالكاد أنت بعد استقطاع الانتزامات يبقى لك ألف ريال ألفين ريال مقارنة بالتجربة الثانية اللي كان فيها بيبقى لك عشرات الألوف وأتكلم جادا الفرصتين كانت محطوطة قدامي على الطاولة لكن وهنا النقطة في يومها كنت أدري ما هو شغفي أدري وش الشيء اللي أنا ودي أسوي فكان دائما التساؤل عندي هل العائد حق هذا العمل هذه التجربة سواء كانت وظيفة ولا بزنس ولا أي نيقل هل العائد هو المبلغ المالي اللي بيطلع لي من وراها فهو المعيار الأوحد للقياس ولا هو مكان أنا بعيش فيه على الأقل ثلثيومي والواقع أكثر من ذلك نعم نعم فأبي أكون مرتاح أبي يعطيني يعني جميع المحددات اللي فيه تكون أكثر أريحية من الثاني فهنا لما تيجي تزن الأشياء قد يرى البعض أنه خيارك غبي لكن حقيقة أنت بالنسبة لك تدري أنه هذا يرجح ترجح كفته على هذا لأن المحددات اللي فيه أقرب إلى نفسك نعم فأنا لما أجي اليوم وألقى مكان سأرتاح في بيئة العمل أسوي شيء أنا أحبه بعدما أطلع أروح أدور مكان ومارس فيه شيء أنا أحبه يعطيني لكنه يعطيني نصر راتب نعم ونصر راتب يكفيني أنا هنا مرة أخرى عشان لا يظن البعض أني قاعد أتكلم فيه مثاليات لا لا نصر راتب لكنه راتب كافي مريح وقادر أنا أتقل منه البعض يقول لك السعادة بالفلوس بالفلوس لا لا مو صحيح أنا قاعد أكثر في يومي هناك أيوة إذا أنا قاعد وأنا من غث لن أبدع لن أتطور لن أتقدم قد تنتهي القصة في هذه الجهة بأنه ينقالي مع السلامة نعم بينما هنا أنا أدري أني سأتطور وأتقدم وأنا أقول لك الحمد لله اليوم أحسب العائد من وراء هذه والعائد من وراء هذه أي واحد قال لي مجنون ذاك اليوم غبي ما عندك سالفة يعني الله يعزك أكثر كل من قالت حمار لكن هذا حقيقة ما ألومهم ما ألومهم كانوا حريصين علي لكنهم ما كانوا شايفين الزاوية أيوة ألي أنا شايف يعني قصد أنت طالح من وظيفة مضمونة الراتب عشان تأسس لك بزنس طبيعي يأتيك أحد يخاف عليك يقول لك نتأكد نعم هذا شفت كتاب لماذا يصبح ابناء الأغنية أغنية و ابناء الفقراء فقراء يقول لك يعني في فلسفة الكتاب أنه ابناء الأغنية دائما يأخذون أولادهم يقولون شوف هذا مكانك هذا مكتبك هذا شاركتك هذا مدري ما أنت اللي بتدير أنت اللي بتسوي أنت اللي بتفعل بينما ابناء الفقراء لا أبوه يقول له شوف يا ولد أنت شد حيلك و اجتهد و خلص الثانوية و لجامعة و خلنا نتزوجك و نفتك منك عرف فهذا الرسائل حتى الولد هذا ابناء الأغنية يجي يمشي يقول يعني يشوف كيف لا أنا يمكن الشركة دي أبدير لا أبسوي يا بفعل يعني يجي يشوف خيارات قدامه و ينشأ على هذا الإحساس فشوف قديش يعني اللي أنت تفضلت عليه موضوع الشغف وهو الحب التعلق بالشي العمل فيه بمتعة باستمتاع يحقق لك أبعاد كثيرة و يحقق لك بداع كبير و على المدى البعيد عائده المادي أكثر بكثير من وظيفة أنت موجود فيها لأجل ثبات معين قد يعني مهاراتك تنتي في لحظة معينة لأنه صار يتطلب مهارات معين لقيت نفسك أنت أنت صفر الشمال صحيح بس يمكن على فلسفة الكتاب حق أبناء الأغنياء أغنياء و أبناء الفقراء فقراء هي إلى حد كبير إذا وضعت في نطاقها الطبيعي صحيحة لكن أيضا نعرف أن الشركات العائلية عادة تفشل بعد جيلها الثالث أو جيلها الثواب نعرف أنه هذا وهذه الأبناء أغنياء و رما كملوا و رما صاروا مثل أهلهم نعرف أنه في كثير من الناس أو كل الشركات هذه هي نشأت من أشخاص كانوا في البداية معدمين و فقراء و طلعوا و ما الفارق بين الثنتين أنا في قناعتي الإنسان ابن بيئته و من يحيط نفسه به اختياره اختياره لعلاقاته للناس يحوله للدعم النفسي لأنه إذا أنا ابن غني و أنا أشعر أن الفلوس جاية جاية و متبطح ببيتنا و رافض تماما فكرة أني أشتغل علشان هذا لن يدري أنه فلوسنا شغالة و رفقتك غير جيدة أيضا و رفقتك غير جيدة بالأخير لن أكون الأبن اللي يقول لهبوه هذا أشفه بالمقابل أيضا حتى لو أهل بيتي كانوا جدا وضعهم المادي ضعيف و حالتهم شديدة لكني محاط بناس يقولوا لي ترك تقدر ترى الفوصة موجودة ترى تحديات جيدة و بعض الأحيان العناد يعني بعض الأحيان فعلا العناد يعني ترى أنت أنت يجيك واحد يقول لك ترك ما تقدر تقول غصب عليك أقدر و تروح تسويها يعني أقصد مو بالضرورة أن البيئة لما أقول بيئة مناسبة ليست بالضرورة كلها تصفق لك لا 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 بعض الأحيان تتحداك بعض الأحيان تضعك تحت تحديات بعض الأحيان ظروف تحدك صحيح أعرف زملاء واحد من الزملاء مرت عليه حادثة الله يرحمه توفي أبوه في عمر مذكر شعره أنه مسؤول عن البيت كاملا اختلف تماما سلوك الرجل طريقته تغير عمله مو لأنه كان ينقال له أنت إنسان كويس أو أنت إنسان تبتصير بس لأنه فجأة انشعر المسؤولية أي نعم نعم فهذه غيرت طريقته في التفكير نظرته للحياة نظرته للأشياء كثيرة فتغير فتغير نعم طيب خليني أيضا بس أسألك شهر عبدالله من واقع تجربتك في مجال البزنس أو التجارة وكذا هل كل إنسان نافع أنه ممكن يدخل في هذا المجال لأنه أشوف مثلا في جهات جلست مثلا تسوق لمسألة ريادة الأعمال وفي ناس كثير دخلوا في هذا المجال حبا في مسألة ريادة الأعمال والقصص الملهمة التي كانت موجودة ثم بعدين لقى نفسه متورط لأنه ما هو لا قدرات وإلى آخر إلى أي مدى في هذا الجانب أنا أستطيع أن أتقدم أو أتأخر أو كيف أعرف نفسي إذا كان أنا فعلا عندي القدرات والمهارات التي ممكن أن أدخل في هذه المجالات أو أكون موطف جميل شاهد يا أخي هناك تمرين لطيف أيها كنت دائما أسوي للشباب عندما أجلس في بداية الحوار حول قضية إنشاء بزنس جديد مع شاب يرغب في انطلاق البيزنس كنت أقول لهم ويمكن أن أتمنى السادة المشاهدين يجربونه أنا أجرب معك أي جبوا رقع جبوا رقع ووقع اكتب اسمك ثم ووقع بيدك التي تكتب فيها عادة نعم ثم خذ نفس الورقة نفس القلم نفس الاسم نفس التوقيع بس اكتبها بيدك باليسار إن كنت أشتف اكتبها باليمين وإن كنت أيمن اكتبها باليسار الفارق بين الثنتين الأولى أنت تعملها مرتاحا بدون تركيز بدون جهد وتطلع جميلة أيها الثانية في الغالب أنت تركيزك أعلى صحيح الوقت الذي تصرفه أكثر أكثر جهدك أكبر والنتيجة أسوأ صحيح وكثير من الناس يشتكي من أنه يسوي هذول الثلاث وما يطلع بالنتائج أيها معناته أنت ماشي عكس التيار أيها كله ميسر لما خلق ألاه يعني هل أنت قاعد تكتب بيدك الطبيعية أم لا بيدك الأخرى اسأل نفسك هذا السؤال في أي عمل تمارسه يوميا هل أنا فعلا اليوم قاعد أسوي شيء أنا أحبه أنا مرتاحه أنا قادر أني فعلا أبدع فيه وأتطور وأنمو أم لا أنا قاعد أقاوم لأنهم قالوا لي علشان تصير ناجح لازم تصير طبيب علشان تصير ممتاز لازم تصير مدير علشان تصير مليونير لازم أن تفتح بيزنس و أنت صغير لازم فأنا اللي أقول وأقول سبحان الله الدنيا تيسير في ناس خلقت للتجارة في ناس خلقت لريادة العمال لإنشاء أفكار جديدة و نماذج تكبر في ناس يسرت للوظيفة والعمل والترقي في المناصب الوظيفية و ممكن يأخذون مبالغ ضخمة جدا و هم موظفين في ناس يعني فأنا أقصد في النهاية هي مصفوفة متكاملة الناس فيها تتكامل تخدم بعض أيوة من الخطأ أن يأجي اليوم و أقول الكل يستطيع أن يكون رائد أعمالك لذلك اليوم 90% من المشاريع الناشئة أو 80% من المشاريع الناشئة تفشل جزء رئيسي من المعادلة أنه الذي داخل ما يدري وشوراه و نرجع لفكرة الاستعداد خلفك مطبات يعني يدخل الدنيا وردية يسمع قصص نجاح يعتقد أنه بمجرد أن يسوي أبليكيشن و صار مليونير مرت عليه تحديات مرت عليه مطبات حقيقة نسمع قصص النجاح لكن الأجمل أن نسمع قصص الفشل و قصص تحديات لأننا نتعلم منها أكثر النجاح ما يعلم بقدر ما يعلم الفشل يعني شف سبحان الله المدير السيء قد تستفيد منه أكثر بكثير من المدير الجيد نعم لأنه يعلمك ششين صحيح صحيح وتتعامل معه وتتعامل معه الجيد يعيشك حياة وردية تنتقل الواحد الثاني وقع الفاس بالرأس أي يعني أقصد أنت متعود هذاك معطي كثق أو ما نوحكو دولول و مهتم فيك و يعامل كأنه أب أو أم قريب منك طيب طلعت من عنده أي أنا أنا مستعد أي ولا كتشفت خطائي ولا أي أي يعني لكن بالمقابل تجد عند هذا تحديات لذلك أنا أقول التحديات تصنعك التحديات تصنع لذلك نرجع للسؤال هل كل الناس يناسبون أن يكونوا تجار هل كل الناس يناسبون أن يكونوا موظفين لا هل كل الناس يناسبون أن يكونوا دعمال لا اختر اللي تكتب فيه بيدك المرتاحة اللي تبذل فيه وقتك وأنت مستمتع لذلك دائما كان السؤال الثاني لو عطيتك رواتب سنة و دبلتها و قلت لك أبيك تشتغل يوميا 16 ساعة على الأقل في عمل أنت تحبه وشي بيكون هالعمل لأنه بالنسبة لي لن أصرف 16 ساعة من يومي في مكان يعني أنا لا أحبه أنا لا أستطيع أن أبذل وقته جون لذلك أنا أضع الرقم لكي يشعر بضخامته لا أقول هذا الواقع و إن كان للأسف بالبزنس هذا الواقع يومك كله شغل هو أشوف نحن يمكن أكبر مشكلة عندنا أنه لا نعرف كيف نكتشف الشغل و لأجل ذلك فيها أحيانا بعض المحاولات و بعض الدراسات و بعض التجارب التي تتكلم عن هذا الجانب من ضمن اللي أنت تفضلت فيه يعني يقول لك مثلا أبسألك سؤال هي مجموعة أسئلة من ضمنها أنه لو أعطيتك مليون ريال و ما تتسوي فيها مثلا لو يعني أنت وش الوظائف اللي أنت تحب تعملها وش اللي كنت تتفوق فيه و أنت في مرحلة الدراسة أشياء اللي كنت تمارسه و أنت طفل صغير طيب أفترض أنت اليوم أنك ستستضاف و أنه عمرك الآن 60 سنة التقرير اللي تبغاه يقدم عنك و الشكله و الشكله و أنه يقولون عنك فلان فلاني إلأيش يعني طيب أفترض أنك أنت دكتور في جامعة وش المادة اللي تحب تدرسها الناس مو شرط مادة موجودة حالية ولكن تقول أنا والله أريد أن يعلم الناس مثلا حاجة معينة و كذا يعني مثل هذه الأسئلة الواحد ممكن يحاول يجمعها فأكثر الإجابات التي تجمعت و صارت شبيهة ببعض تربطها ببعض و تعرف أن هذا الشغف يعني مثل هذه الممارسات هل في ممارسات يعني فعليا أخرى يستطيع الواحد أن يكتشف شغفه عشان يعرف هل أنا أستطيع أني أدخل ريادة الأعمال أو أني أستطيع أني أخذ وظيفة كويسة تتناسب مع ميول المهنية و إلى آخر جميل طبعا الممارسات الأولى و ممارسات جميلة تعطيني انطباع مشكلتها دائما لاستصحاب لما أجي اليوم وأبشيك على واحد هل يصلح أن يكون هذا موجود في بعض الاختبارات المهنية وأبشيك على واحد هل يصلح إداري ثم أقول له ما رأيك بوظيفة مدير مدرسة بالنسبة له يستصحب مدير مدرسة الطلاب و غثاهم و مشاكلهم هو لا يستصحب وظيفة إدارة يستصحب ما معها لذلك اتخاذ القرار غالبا في مثل نوعية الأسئلة هذه يعتمد على تجربة الشخص السابقة واستحضاره للبيئة المحيطة أو الإطار المحيط للسؤال لذلك لا يكتفى به في قناعتي فيها جيدة لحث الذهن لكن أنا قناعتي دائما افشل بسرعة و أغير بسرعة يعني جرب يعني أقصد في أشياء معينة أنت تدري أنك ما تحبها أصلا هذه خاصين منه فيه أشياء أنت ما تدري عنها ودك تشوفها ودك تجرب يا أخي راح تجرب اسمع مليان السوق اليوم بودكاستات حوارات إلى آخره اسمع فيه كلام استهواك شعرت بأنك قريب من نفسك ودك تجرب اللي يمجربوا هذا الشخص راح تجرب حاول تجرب شيئا من ذلك لو بلاش راح تجرب ادخل مع أحد وقل له يا أخي يابد يجرب معكم وللأسف اللي يخجل من أنه يعني يجرب ويخاف من الفشل ما راح في يوم من الأيام يسوي شيء كبير صحيح فلذلك أنا أقول كثرة التجارب هي التي تبني و هي التي تبني عند الإنسان يعني بعض الحال تلقى ناس بأعمار صغيرة فكره ما شاء الله تبارك الله يعني تشعر في حكمة تطلع منه وبالمقابل تجد ناس مع احترامي وتقديري للجميع لكن خبرته الحقيقية و قد قضى 40 سنة في بيئة العمل هي ستة أشهر مكررة آيبا هذا إذا كثرنا آيبا إذا ما كان كل الشهر نفسه يتكرر آيبا في أيضا جانب آخر يا شيخ عبدالله وهو أيضا يلامس اهتمام عندك وهو جانب القيادات هو الميول المهنية فيما يتعلق باختيار الناس المناسبين يعني بمعنى أنا مثلا أشوف بعض الجهات مثلا إدارة كاملة اسمه إدارة المشاريع طيب هذا هذه إدارة مشاريع فيها مجموعة كبيرة من الأفراد كلهم يأخذون برامج إدارة مشاريع على أعلى مستوى وكلهم ينفذون كل شيء طيب أنت هذول أيضا هم أشخاص مختلفين أصلا في منهم المخطط في منهم المبدع وفي منهم القائد وفي منهم المنفذ وفي منهم إلى آخر فأنت طالما عندك إدارة مشاريع بتشتغل كل شيء طالما أنت قائد فأنت بتقود كل شيء طالما بينما هي سمات تختلف و لأجل ذلك أنا أشوف أنه في أزمة أزمة قيادة حقيقية في الشركات في الهيئات في كذا وله شرط أني أنا لما أكون مثلا رجل عندي مال أني لازم أنا أقوت أو أنا مثلا ناس وثقوا فيني في مبلغ معين أني لازم أنا أكون اللي أشرف وأديري العمليات إلى آخر هذه الجزئية الحقيقة أنا أشوف أنها مؤرقة ونتائجها الحقيقة تضعف مخرجات كثيرة صحيح صحيح يعني يمكن أن تسألت وشال القرار اللي أنا اضطريت له أضطريت له عشان أرجع للسؤال أني أكون رئيس تنفيذي يعني أنا أنا كنت طول عمري أحارب لأجل أن لا أكون رئيسا تنفيذي أنا أحب بركة بالمقعدة اللي جنب السواك وأعززله وأصفقله وأحمسله قد تقود و انت جانب بضبط لذلك أنا في قناعة اليوم القيادة كمنظومة أنت تقود من أي مكان داخل المنظومة إذا أنت فعلا قائد و ستبرز تلقائيا و تريد تجيك الآن حتى القيادة أشكال و أنواع و طرق و وسائل في ناس تقود بالإبهار بمقدرتها المعرفية العالية فالناس تنبهر بالشخص هذا و تتبعه لأنه عنده معرفة فلذلك انقلوا من مكان و وحطوا في مكان آخر راحت قدرته لأنه كان جيد متمكن بهذا السبب من القيادة في ناس تقود بالحب بالعلاقة الجيدة لكنه قد يواجه تحديات كبيرة لما يضطر إلى أنه يقصقص يفصل في ناس تقود إلى آخره أقصد أنه أنماط القيادة ليست نمطاً واحداً و ليست شكلاً واحداً و في نفس الوقت أيضاً مو كل مكان صلح فيه قائد معين يسطح في أنه يكون قائد في مكان آخر بعض الأماكن تحتاج إلى سمات معينة فلذلك هي خلطة ليست شكلاً واحداً ولا قالب واحد ولا نطلع طق 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 من العالم هل فيه نقص في تحدي في القيادات؟ بلا شك لذلك اليوم القيادات غالية يعني أقصد اليوم يتساءل الناس ليش أصحاب المناصب العليا يأخذون واتف أعلى لأن المسؤولية ضخمة والتحديات كبيرة و أن تهاجر لمطلوبة عالية نعم فلذلك عشان تلقى هذول الناس عشان يبرزون عشان هي رحلة طويلة ليست اختيار ليست هذا لكن أيضاً مرة ثانية أنا أعتقد أن جزء منها فطري موجود طبيعي و جزء منها مكتسب يحتاج الإنسان أن يعد نفسه له مرة ثانية نرجع إلى قضية الاستعداد للفرصة حتى لما تأتي لحظة التلفة تندور واحد يمسك المكان إذا أنت فعلاً ترغب بهذه تكون جاهز و تنشاف و واضح الإشكالية الشيخ عبدالله أنه كثير من الجهات تدرب على برامج قيادات تأهيل قيادات شو أكثر البرامج تأهيل قيادات القادة إعداد القادة كثير عنده غلاء صحيح و في المقابل يحضرونها الناس و يعتقدون أنهم فعلاً أنهم قيادات أنت لما تسألوا في أسئلة مفصلية لا عنده مشكلة هو في فهم القيادة الحقيقية و تلقاه تفصيلي و لا يتخذ قرار و يتردد بشكل عام بس هو يشوف نفسه أنه فعلاً قائد و يتحدث و يرى نفسه أنه فعلاً قائد خليني بعد هذا الفاصل نكمل الإجابة على هذا السؤال كونوا معنا بعد هذا الفاصل يضيء العقل مصباحاً أنيقا و يسكب من تجاربه الرحيقا هنا خطوات تلهم كل روح و تختصر المسافة و الطريقا يضيء العقل مصباحاً أنيقا و يسكب من تجاربه الرحيقا هنا خطوات تلهم كل روح و تختصر المسافة و الطريقا حياكم الله مجدداً آلهم سهلاً حياك أبو خالد الله يحييك الله يحفظك طيب في أمرك كنت أقول لك أن أغلب الناس يرون في أنفسهم أنهم قادة و أنهم عندهم سمات القيادة و حتى مع الأسف لما تأتي تسوي استبانات فهو يأتي يجاوب على الصح لا يجاوب على على الذي يوده يصيره العمل و الممارسة الحقيقية لا هو الاعتقادات فتطلع النتيجة والله أنا فعلاً صحيح هذه مشكلة هذا واحدة من أكبر تحديات الأدوات القياس السلوكي أو القياس السيكولوجي يعني السيكومتريكس عادة التحدي الأكبر فيها أنه علشان تطلع لك نتيجة مميزة يجب أن تجاوب بتجرد بما تحبه حقيقة و ما ترغبه حقيقة و ليس ما تتخيل نفسك عليه أو ما ترغب في أن تكونه وبعض المقيس الجيدة تبين لك هذا المعيار يعني تقول لك ترى الذي جاوب كان يألف ما هو بكلامه دقيق لكن هنا تأتي قضية الإشكال في قضية أنا في قناعتي اليوم يمكن أن تبدأ الوضع يتغير في الفترات الأخيرة لكن من بدل عصر الصناعي و صارت هياكل التنظيمية هي عبارة عن مثلثات و صار الواحد عشان يأخذ راتب أعلى لازم يرقى السلم الذي يضيق فصار فيه صراع فصار أحد معايير النجاح أن أكون مديرا أحد معايير النجاح أن أكون رئيسا فصار الواحد يشعر بأنه يأخي عشان أكون ناجح لازم يصير مدير و صارت الجهات أيضا تشعر عشان نكافئ فلان لازم نحطه في كرسي إدارة بينما قد أخسر مهندس عظيم قد أخسر يعني مصمم عظيم قد أخسر كذا لأني شلته من مكانه الذي كان يحتاجه بشدة و حطيته مدير فلا هو اللي فلح مدير ولا هو اللي فلح بصنعته الأولى يعني قد أخسرناه في مكانه الأولى صحيح و الآن تنزله أنت خسرتها أشد لأنه نفسيته ساءت و وضعه اختلف فسبحان الله لا شك لا شك أنت تؤمن بي يعني في مدرستين ناس تقول جرب تخصصات كثيرة حتى تشوف التخصص الذي يتناسب معك و ثم بعد ذلك يعني خلاص تمسك خط في التخصص الذي وجدت نفسك ارتحت فيه و يكون عندك تجارب كثيرة و هي فرصة في ناس ترى أنه لا من الآن من البداية خذ اختبارات معينة و أعرف ميورك المهنية و أعرف ميورك التخصصية و إلى آخر ثم بعد ذلك خلاص ركز أبدأ الآن خلاص أشتغل على جانب التركيز و أبدأ أبدع و أطور مهاراتك في هذا الجانب كلها الاثنين أي يعني أنا أعتقد أنه مهم جدا أنك تاخذ اختبارات أنك تجرب نفسك أنك تشوف أكثر من رأي لكن تجرب تناقز يضيع عمرك و قد تكون ما وصلت للنتيجة عشان تكون تجاربك أقل و أصغر على الأقل خذ الاختبارات التي تحدد لك مجالين ثلاثة أربعة تقدر تجرب نفسك فيها لكن أنا ضد مبدأ الذي يقول لك إذا لم تعمل ما تحب فأحب ما تعمل أي نعم يعني أنا بالنسبة لهذه القاعدة حق التكبيل أنه خلاص أنت حطيت في هذا المكان ما شيء قضاء قدر و إذا رزقك ما كتب الله لك فرصة أخرى في مكان آخر فأنت على الأقل تترزق لما تلقى المكان الآخر ما عندي مشكلة بس لازم عنصر لما تلقى المكان الآخر هذا يبقى موجود و حي أسألك أيضا عن ما يتعلق بإدارة الوقت أي يمكن الأزمة الكبيرة عندنا في مسألة إدارة الوقت و أنه الوقت عندنا يعني أحيانا في ناس تجي تقول في ناس عندها عمل مرة كبير و لكنه عنده إنجازات مرة عظيمة و في ناس عنده عمل مرة بسيط و دائما هو يشعر بأن وقته مرة ضيق و ما يستطيع و عنده أزمة أزمة في الوقت كيف أنت تدير هذا العمل طيب تبتزع لهذا علي بس أنا ما أؤمن بإدارة الوقت أصلا لو نعتقد الوقت قاعد يدور الحاله أي ساعة في الحياة قاعد يدور ما شاورتك ما تسمح لك أنك تديرها نعم وقتك لا يدار أنت تدير نفسك وتدير إنجازاتك أي يعني أنا قناعتي هي إدارة إنجاز و لماذا أنا أقول هذا الكلام لأنه صراحة يعني ما أريد أن أطول في التفصيل لكني أعتقد أنه محور مهم و حساس لأنه يسبب إحباط لكثير من الناس أحسن يا أخي في فترة كنا نعمل فيها بالتوجيه للرشاد أيام الجامعة و يجونا طلاب في ناس تحولت من طالب على وشك الفصل من الجامعة بسبب سوء الأداء إلى طالب أونر متميز مرتبة شرف هذه النقلة النوعية اللي صارت ما صارت لأنه حط جدول بعضهم لأنه حط جدول أي و الالتزم فيه و اشتغلوا بعضهم نعم لكن البعض الآخر كانت أزمتها الكبرى أنه يحط جدول آه ليش نعم الناس في هذا الأمر على نوعين إذا إذا صغرها مرة علشان أسهل العملية في نوع سبحان الله يعيش ضمن الوقت نعم و في ناس يعيش خارج الوقت و يشوفه من فوق فيحب يرتبه اللي يعيش خارج الوقت هذا يصلح يحط جدول و يرسمه و ينظمه و يلتزم به لأنه هو بالنسبة له بدأ انتهى بدأ انتهى يرتاح يستمتع النوعية اللي تعيش ضمن الوقت فإذا حبّت شيء يستمتع أتبو نسة نفسها و و و تعدت الوقت المتاح اللي يصير لما يمارس أشياء يحبها يأكل الوقت أصلا أكل منها بالموعد اللي قبله بدأها خلص الوقت ما أنجز ما التزم بالجدول يبدأ يلوم نفسه أنه أنا إنسان فاشر أنا غير ملتزم بجدولي أنا مش عارف مين أنا كذا يعني حتى كنت أقول بعض الحال لهذه النوعية من الناس ولا يعني هذا التعميم دقيق بس أنا كنت أقول لهم دائما يا أخي من أنجح المدير والسكرتير في عرفك أيهم اللي يماسك جدول الثاني أيهم اللي منظم في الجداول أكثر يعني أقصد القصة دائما هي ما الذي يناسبك إذا يناسبك إنجازات لا يخي سوي قائمة بالإنجازات التي يجب أن تنجز لها قبل نهاية الأسبوع نعم والتزم بالقائمة بغض النظر عن الوقت نعم إذا يناسبك الالتزام بجداول الله يقويك التزم بالجدول وأمش عليه لكن ما نجي نلزم كل الناس مثل دورات إدارة الوقت وغيره أنه الصح أنك تقسم يومك وتقسم أوقاتك وتعرف مدري وش تسوي وبعدين ترسم جدول وتحط ممكن للناس يناسبهم هذا النموذج أحسنت ليس كل الناس يناسبهم بل أنه سبحان الله كنا فترة مع برنامج موهبة حق طلاب يجونا في جامعة الفترول و طلاب الظاهر ثاني ثانوي أو هذا يجونا في أيام الإجازات الصيفية فأشرفت فترة معهم على البرنامج ثلاث سنوات تقريبا من الشتغلات التي كانت مميزة حقيقة في دراسة الموهوبين هي قراءة أساليب تفكيرهم سيكولوجيا نفسيا و شلون هو يفكب كيف يعمل اكتشاف الناس سبحان الله مو بحناقص دراسات اكتشفت أنه من السمات الموجودة لبعض الأحيان تخفى على الناس الإنسان المجدول إذا أخذ المهمة يحدد لها وقتا و يقول مثلا أنا بنجزها بعد يومين و أحتاج لإنجازها أربع ساعة نعم فحطها في جدوله نساها إلى أن يأتي موعد إنجازها يبدأ فيها يقفلها يعني هو باختصار يفتح ملف يقفل ملف يفتح ملف يقفل ملف مبرمجة عنده مبرمجة عنده هذا الإنسان الذي عنده جداول يلتزم بالوقت الإنسان الآخر لا هذا ما يفعله كل الملفات مفتوحة بنفس الوقت هو يفتح الملف يقرأه يستوعبه و يتركه مفتوح أيوة الذي يصير فعليا أنك تجد هذا ما ينجز إلا قبل موعد التسليم النهائي قبل الديدلاين و الناس تعتقد أنه مهمن يا أخي يبدلال لا لا مو صحيح فعليا هو قاعد يفكر بالموضوع لذلك تجد ذاك حتى أربع ساعات هذا يخلصها في ساعة آي أحسنت بس ليس لأنه أذكى لأنه من يوم استلمه و هو قاعد يفكر فيها في وراء فهذا الفارق الكبير بين الأثنين مشكلتي دائما لما ألزم هذا أن يعمل كهذا أو ألزم هذا أن يعمل كهذا أنا قاعد أقتلهم لذلك أنا مسألة إدارة وقت إدارة أنا بالنسبة لي أنا من الناس اللي أحب أن يأدير إنجازاتي عندي قائمة ما عندي جدول عندي جدول عندي انتباطات مع ناس و اجتماعات و ما إلى ذلك لكن بالأخير عندي أعمال كثيرة لو اعتمدت على جدولي لن أنجزها قط أحسنت شفت أنت تذكر قاعدة 20-80 صحيح باريتو يعني هو يتكلم عن أنه يقول يقول مثلا المنزل 20% المستحل المستخدم فعليا و 80% كلها يقول المطبخ عندك أدوات المطبخ 20% اللي فعلا تستهلك بشكل يومي و 80% ما شو اسمه الاجتماعات 20% اجتماعات حقيقية الأصدقاء 20% اصدقاء حقيقيين إلى آخره فيقول لك أفضل طريقة لإدارة الوقت بالطريقة هذه طريقة باريتو أنه أنت زي كذا في الأسبوع عندي مجموعة مهام أكتبها أكتب هذه المهام اختر وين 20% اللي ستركز عليها مع ذلك الأمور الباقية قد تكون فيها مرونة ما تقدر تتحدث تحرك فيها وتكون هذه 20% هي الأهم وأهم الأهم اللي أنت ممكن تركز عليها لتشعر أنت بالرضى أنك حققت جزء من هذا الجانب يعني ممكن تكون أحد التكنيكات اللي صحيح طيح أسألك أيضا عن عن موضوع اللي هو دعم الموهوبين والمواهب وتعرف كثير شباب عنده طموحات عالية ويتمنى أنه يصنع شيء ونفسيا واجتماعيا ود أنه يقدم لكنه موه لاقي اليد اللي تمسك فيه ولاه لاقي الشخص اللي يقول له هذا طريقك من هنا ولا كذا يعني أنت عندك تجربة في هذا الجانب واشتغلت أنت مع أشخاص بهذا الإطار وأيضا يعني رسمت خطط لبعض الأشخاص وتغير وتغير وضعهم كيف ممكن نوصل لهؤلاء الأشخاص يعني رسائل معينة وندلهم على طريق ما جميل شوف يا أخي سبحان الله من الأشياء اللي أنا أؤمن أنها سبب رئيسي للنجاح أني دائما لما أفكر في أي شيء أفكر في أنا قبل ما أفكر فيهم يا سلام يعني أخطأت لا أدور من أحمل الخطأ منهم المتسببين في الخطأ قلنا ندور وش أنا سويت خطأ يا سلام علشان قبل لا أفكر في الناس حتى لو الخطأ أنا ما لي دخل فيه طرف آخر بس كيف أنا كان لي دور من الممكن أن يكون لي دور في صناعة هذا الخطأ وش ممكن أن أسوي عشان أصحح حتى لا يتكرر مرة أخرى أريد أن أنجح لا أنتظر أحد يمد لي إيده يعطينيها إن وجدت خير وبركة حمد لله توفيق ولا قلنا لها لا لكن إن لم توجد ونرجع مرة ثانية لأنني إذا كنت مستعدا سأبلغها نعم وبشوفها لكن إن لم توجد فمن الشغلات اللي مهمة وحساسة حقيقة إني يعني أفكر دائما في أنا وش لازم أسوي اليوم حتى أبني نفسي وش أنا وش لازم أسوي اليوم حتى أصل المرحلة اللي بعدها أنا وش لازم أسوي يا أخي التوكل شيء والتواكل وشيء آخر نعم يعني الواحد يعقد العزم يشتغل يتوكل على رب العالمين ممكن تصيب ممكن تخيب ممكن تضبط ممكن لا ممكن مقدرة لك لكن إني أنتظر إنه يجيني أحد يمد إيده ويقول لي تاكفة تعال أنا بنساعدك البرنامج الفلاني موجود الداخلية نعم لا يمكن أن يحدث شيء فلذلك أنا أقول دائما لأي شاب لأي شابة لأي أحد يرغب فعلا في أن يطور نفسه دافعك يجب أن يكون من داخل وليس من بره لا تنتظر أحد يدفك من بره ويقول لك أنت إنسان عظيم وإذا كان دافعك من داخل الصعوبات العقبات التحديات التي تأتيك لن تعطلك لن تعطلك لذلك أنا كنت دائما أقول لحد من الشغرات التي تؤذيني عيالنا صغارنا إذا طق الطاولة ورحنا ضربنا الطاولة وقلنا قح ليش تربتي فلان لا لا حبيبي أنت بلا تضرب الطاولة ثاني مرة أنا أروح وقل الطاولة حبيبيتي والله وجعت فلان أنه هو اللي ضاربها يا أخي يجاعد مكانه فأنا أقصد اليوم للأسف من باب المحبة من باب اللطف من باب هذا في كثير من الأحيان نحاول أن نجد شماعة نعلق عليها أحسنت اللوم حتى نشعر بتقليلتني بالضمير وعندي قناعة حقيقة كبيرة جدا 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 الاعتراف بالخطأ حتى لو ضحكت على نفسي وقلت لنفسي أنا أبرر الحين وبعدين لما أقعد مع نفسي بحاسب نفسي مخي لا يعمل بهذه الطريقة مخي سمع التبرير يريد أن يصدقه يريد أن يصدقه يريد أن يصدق أني أنا لم أخطأت فلن يطورني لن يساعدني على أن يطور نفسي لذلك ابتداءا الاعتراف بالخطأ يجعلك مباشرة تتعلم منه تكبر بدلا من أن يكون في خانة القصص والسواليف التي راحت يكون في خانة التعلم الشيء الذي أنا فعلا أقدر أبني عليه وتطور من خلاله لأنه بصراحة لن يتقدم إنسان بدون أخطاؤه لن يتقدم إنسان لا يعترف بأخطاؤه وينظر لها بنظرة جادة في قضية كيف يطوره أيها جميل رائع الله يعطيك لها دعني أخذك أيضا في جانب آخر تعرف المال عصب الحياة لا شك يعني الحياة تتغير وتتسارع والقرارات الاقتصادية كثيرة والمغريات الحقيقة المالية يعني بشكل عام مغرية جدا وأنت تعرف يعني يا بخالد أنه الآن الشركات الكبيرة العالمية هي عندها خبراء مهمتهم بس كيف أجيبك أنت الموقعي ومهمتها الثانية كيف أن أنت إذا دخلت الموقعي أكبر قدر ممكن من الوقت تقضي عندي وأيضا أنه الجزئية الثالثة أنك إذا طلعت كيف أرجعك مرة ثانية الموقع ناس ما عندها إلا هذا يعني كيف أنا استطيع أن أقاوم هذه المغريات الكبيرة جدا مع أموالي اللي أنا ممكن يعني لو أنفق كل ما أشتهي ما بقى لي الحقيقة أي مال التعامل مع المال موضوع في غاية الأهمية والحساسية والله وهو كذلك الحقيقة ويمكن التحدي اليوم أصعب بكثير من التحدي سابق أيها حقيقة يعني أقصد قبل ويمكن هذا يأخذني لزاوية مهمة وهي قضية المقارنات يعني يمكن التحدي الأكبر ليس في قدرة الشركة اللي دافع فلوس علشان تقعدني وتخليني أدفع وإن كان تحدي نعم التحدي الأكبر نفسي سلوكي في المقارنة أنا محاط ببيئة كلهم عندهم مغريات معينة عندهم أشياء معينة عندهم هذا لازم أصبح مثلهم آية نافل لازم أعيش في نفس المستوى من أول كنا البيئة حقتنا هذه هي بيئة في الغالب قريبة مننا يعني مهما كان إن ارتقت ارتقت نمرتين فولتنا بس اليوم البيئة موجودة بالسوشيال ميديا نعم أنا أفتح فلان يتباهى بكذا وفلان يتباهى بكذا وفلان يتباهى بكذا ثم أشعر أني أنا محتاج لكل هذه الأشياء وليقتلني حقيقة أني أسمع كثير كلمة محتاج اي لا يعني مهب العبارة ليست أنا ودي أنا أرغب لا لا أنا محتاج لأن يكون عندي شيء فلان وين الحاجة في الموضوع اي حسنت يعني فأنا بالنسبة لي مرة ثانية هذه الأشياء نابعة من داخل نابعة من سلوك نخترق مواحد لا تقارن وقف مقارنات وقف مقارنات جميل ارضى بما قسم الله لك ابتداء بما عندك لا مانع من ترفيهك عن نفسك من أنك تغير جو من أنك تشتري بعض الأحيان بعض الأشياء التي خارجها عن نطاق الاحتياجات الضرورية وتطلع إلى خط الترفيه المتعة إلى آخره لأنها مهمة وتحتاجها حتى نفسيا وسلوكيا لكن إذا كنت بكل شيء تشوفه عند كل أحد تبتقتني خلاص وانتهى أنت قتلت نفسك فلذلك القناعة مهمة القناعة يعني حقيقة جزء رئيسي عدم المقارنة سؤالي لنفسي دائما قبل ما أشتري أي شيء هل أنا فعلا نحتاجه يعني تأجيل القرار بعض الأحيان أي وياما جربتها أجل القرار بس جتك رغبة ملحة بس قفل الويب سايت قل بكرة وقل بكرة لو بالغالب إذا أنت مدخل بياناتك وواصل إلى السلة يمكن أن يرسلون لك كود خصم أحسن صح إيه سونا فأقصد أنه يعني يعني فيها مكسبين يعني إذا أنت جزمت تركت بتاخد الدسكاونت إن شاء الله فأقصد كثير من الأحيان المسألة مسألة قناعات شخصية هي التي تؤثر حقيقة على هذا البناء مرة ثانية المغريات ستبقى موجودة لا ثق تماما بأنه كل ما لقوا فرصة أكبر أنهم يلعبون عليك ويلعبون على وتر يعني إحساسك بالنقص إذا ما قتنيت المقتنى الفلاني أو الشيء الفلاني أو القضية الفلانية يلعبون عليه ولن يتوقف أحد ولن يردع أحد لا رادع أخلاقي ولا ديني ولا شيء من قضية أنهم يضخون عليك ما يستطيعون يستجربون منه مالك ولا وش يخلي الناس تدفع اليوم مبالغ ضخمة على بثوث نعم إيه سبحان الله ولا يأخذ من وراها أي عائد نعم إلا قاعد يتفرج تحمس طيب ما الذي يدفعك إلى ذلك في حاجة داخلية كيف تقتلها اقتل هذه الحاجة الداخلية لا تتوقع من أحد أنه يقتلها لك يعني أقصد أنت تحتاج إلى أن تكون واعيا تحتاج إلى أن تكون مدركا حتى فعلا تبعد نفسي ما في شيء يأتي سهل والله يعني لو في حب نعطيها الناس يأكلونا وتوقف سوينا ما تأتي ما تأتي ما تأتي تدري أبو خالد أنه أكبر مشكلة زي ما تفضلت المقارنة المقارنة مشكلتها الكبيرة أني أنا دائما أقارن نفسي أنا مجرد أني أعلن أني أبغى أقارن نفسي فيك فأنا أعلنت أني أنا أقل هذا رقم واحد نفسيا أعلنت أني أقل جميل ثاني شيء مع الأسف الشديد عمليات المقارنة تتم كيف دائما أجأ أطالع فيك يقول يخي شوف كيف تخرج من كذا و سوى كذا و عنده الشركة الفلانية مو أنا اللي فيني 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 فقارن أجمل ما لديك بس و ما لديك وهذه هذه كارثة هذه في حق نفسك هذا ظلم الحق في ذاتك ثم أنه مع الأسف الشديد حنا الأشياء التي تضايقنا في الحياة ترىها أمنيات عند غيرنا بمعنى أولادي أزعجوني أولادي مدري ترى الأولاد الذين الذين أزعجوك هو أمنيات عند آلاف الناس اللي ما رزقهم الله بأبناء تجي تقول مثلا الوظيفة هذه مزعجة و أنا ثمان ساعات تسع ساعات و الطريق ترى الوظيفة هذه اللي أنت الآن مزعجة ترىها هي أمنيات عند ملايين الشباب اللي جايسين ينتظرون يدورون يدورون على وظيفة و على دخل ثابت و إلى آخر و مزعج من بعض الشوارع ترى بلد آمن هي أمنية عند ملايين الشباب المشرد في كل مكان أحيانا في تفاصيل في تفاصيل مع الأسف الشديد حنا نتذمر منها و نتضايق منها هي أمنيات عند غيرنا في غيرنا يقول عطيني ظروفك تكفى أقسم بالله أنها غاية ما أتمناه في الحياة قل في العادة سبحان الله بعدين يا أخي دقيقة أنتم جايبنا قرقر على الخلق و قرقر علينا و عندك كل هذه الدرر الله يبارك تدري أنه تدري أنه في واحد مرسلي رسالة في واحد مرسلي رسالة ينتقدني على هذا لا والله بيض الله وجهك يقول يا أخي والله درر قسم بالله أنت مذيع يعني إيش تتلقف تأخذ درر لا بالأكس لا بالأكس لا ما أخذت لا والله غيب الله وجهك الله يطول فأمرك طيب أنا الآن أيضا يعني ما يتعلق بجانب في حياتنا الطبيعي يصير فيه انكسارات وفشل صحيح مشكلة بعض الناس أنه يتعامل مع الفشل بأنه خلاص يعني يصير عنده حاجز نفسي أنه خلاص يخشى أنه يقدم على حاجز كذلك دعنا أقول لك مثلا في استثمار مالي أو في مشروع معين خلاص أنا صار عندي أزمة معينة صار عنده طلاق وخلاص صار عنده حاجز نفسي اتجاه هذه عمليات الفشل التي أنا بعد فترة تحصل معي كيف أحاول أني أكسرها وأن هذا من جديد بعد انكسار وأبدأ أن طلق في حياتي إلى ما هو أفضل جميل جميل شوف يا أخي من أبرز صفات القادة والناس الناجحين هي المرونة المرونة النفسية قدرة الإنسان على أن يعود بعد الإخفاقات أيها يعني هذه المقدرة ترى عامل رئيسي في نجاح الناجحين الإنسان الذي إذا أخفق يمكن أن يوقف على رجليه ثاني مرة و يقول أكمل هذا لا يعني رأسي يابس و إلا غصب أشق الجدار و في باب منك بس أنا لا 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 أقصد أنا لا أقصد العناد لأنه لازم تعرف ما تتوقف وهذه تأتي بالخبرة تأتي بالتجربة تجيك هذه الحكمة التي تتعلمك أنه ترى لا هذا الخط خلاص أحسنت ولا بيبتل مخك يقول لك إذا أنت من النوع الذي يصر يقول لك يمكن النتيجة بعد يمكن النتيجة وتب تستمر ولا فيه مانع أنك تسوي كذا بس فيه لحظة من اللحظات لازم تعرف أنك توقف هل فيه مؤشرات لها و الشو النوع يعني أحاول بين الأمل أني ممكن خليني أصبر شوي وبين أني لازم أوقف أنا بالنسبالي في اللحظة التي تبدأ فيها تعيد نفسك تسوي نفس الأشياء التي كنت تسويها سابقا اعرف أنك أنت قاعد تدور في دائرة مفرغة لكن ما دمت تجرب أشياء جديدة لكي تحقق لأنت تحاول تحققه فكمل من مشكلة بس في اللحظة التي تكتشف أنك بعدما تقرأ التاريخ حقك والتجارب التي تقرأت أوه أنا عدت مرة مرتين ثلاث و قد تفاجأ يعني قد تفاجأ بأن هناك ناس كثير يمارسون نفس السلوك مراتين كثيرة و يتوقعون نتائج مختلفة أي نتيجة ماشي يمكن وهذا سلوك فطري طبيعي يعني أقصد في كثير من الأحيان و قد نشوفها في تجارب غيرنا و أنت واقف قدام مصعد طق واحد الزر تأتي بعده وتطق نفس الزر طيب منور قدامك تشوفه مع ذلك تجد هذا السلوك طبيعي واحد فتح الباب لقاءه مقفول تروح تجرب بعده وتتأكد أنا أتكلم سلوك التأكد الشخصي عشان الإنسان يأخذ الثقة بالشي طبيعي فبالتالي إني أحاول وأجرب ولا ما جرب أجرب حتى لو قال لي واحد ما تنفع ممكن أجرب عادي جرب لكن لا تستهلك عمرك و أنت تطارد شيئا واحدا يعني أقصد نوع جرب افتح بيبان أخرى انتقل في بعض الأحيان لكن مرة ثانية إذا أنا من أول ضربة وقفت ما في شيء من فتح لك من أول ضربة إلا شيء أصلا هش وسهل و هدف أن تحاطه أضعف من أن يكون هدفا عاليا وساميا إذا الهدف صعب يحتاج تتعبله و مرة أخرى لأننا نشبع بقصص النجاح و ليس بقصص الفشل الناس ينسونا الدرج أنا أبي أرقى فوق وأبي أقعد فوق بس كل هذا الدرج أنا ما أبي أنا أبي أغمض أفتح القنفسي فوق لا دقيقة ترى فيه درج و درج متعب و يمكن بعضه بعد يبيله نقزه مو حفرة تحته يعني أقصد مو درج سهل فأنا النقطة المهمة عندي أنه أنا أعرف أنه علشان أنجح يجب أن أحاول لو كنت مستعدا قبل أن أبدأ احتمالية التأثير السلبي للفشل مو احتمالية الفشل لا لا احتمالية الفشل قائمة لكن احتمالية التأثير السلبي للفشل تكون أقل فلذلك لما أكون مهيئ نفسيا أني ترى ممكن أفشل عادي أي حسنت الثالثة أن أدرك يعني كنا مرة اشتغلنا على معيار كيف تستنبط القادة من عمر صغير جميل وحدة من المعايير كانت قدرته على أن يضحك على نفسه قدم الناس عجيب نعم وهذا جزء من قضية الفشل كثير من تحديات الناس في الفشل أنه ما يبي يرى بأنه مخطئ ما يبي ينقال عنه أنه فشل مو أنه هو أحبط لا لا هو يفكر بنظرة الناس و ما يقولون عنه الناس قالوا فشل الناس قالوا و كذا قدرة الإنسان على أن يطقطق على روحه يضحك على نفسه يضحك على كلمة رمت عليه استنقاصا ويأخذها نكتة هذا دلالة عالية على المرونة النفسية أحسنت الثقة والثقة فبالتالي تجده مع الوقت عادي طيب جاء الغلطة طيب و قالوا والناس فاشل عادي كمل و يأخذها بطقطق أحيانا أي بالضبط بالضبط والإشكال حقيقة أو التحدي حقيقة أنه هذا الشي يجيك بعض الأحيان طبيعيا مع مرور العمر يعني على قولة هذاك يعني يقول كلمة كبرت زاد هرمون الطز دسترون أي حسن الطز يعني أقصد لكن أنت تبيهها بدري أنت تبيهها في عمر مبكر فهذا العمر مبكر يجب أن تهيئ نفسه كله هذا ما يجيك تلقائيا ما يجيك طبيعيا الله يطول في عمرك شهر عبدالله و من يقول حبيبي الحلقة انتهت بشكل مرة سريع الله يسعدكم و أنا عارف أننا محتاجين معك مجموعة حلقات والله الله يرضى لك نستطيع أن نغطي التجربة الجميلة التي أنت فيها تعيش إذا تتكرم علينا في نهاية الحلقة هذا السجل تكتب لنا كلمة سنصورها و نشاركها الناس في مسائل التواصل الاجتماعي وصيتك التي تريدها لأستاذ المشاهدين جميل أبشر سلام الله و أكتب الله يساعدك و إياك إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة آمل أن أكون قد قدمت لكم مادة نافعة و ممتعة أستبدعكم الله على من اللقاء بكم السلام عليكم و رحمة الله و رحمة الله و رحمة الله يكون لك المعلمة و الصديقة يكون لك المعلمة و الصديقة